اشتركوا في القناة وادراج الموضوع على جدول اعمال الجلسة المقبلة للمجلس مخالفات دستورية وقانونية وادارية قام بها مجلس محافظة بغداد ورئيسها بخصوص المحافظ الجديد من بينها على سبيل المثال لا الحصر اصدار امر اداري بمواشرة المحافظ الجديد مخالفة المادة السادسة والعشرين من قانون المحافظات والتي تنص على ان الية التعيين تتم من خلال اصدار مرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخابه وبعدها يباشر بمهام عمله انهى مجلس محافظة بغداد عضوية عباس مهدي صالح استنادا الى كتاب هيئة المساءلة متناسيا المخاطبات الصادرة من نفس الهيئة وذلك لوجود اختلاف وتباين وخصومة في انتخاب المحافظ في جلستين لذا يقتضي حسم الخلاف قبل مباشرة المحافظ لمهمه ان عدم اصدار مرسوم جمهوري بتعيين المحافظ من رئاسة الجمهورية كان على سبيل الالزام بمراجعة الجهات القضائية المختصة لحسم قانونية جلسة مجلس المحافظة الخاصة بالانتخاب بدوره وجه مكتب النائب الاول لرئيس مجلس النواب مجلس محافظة بغداد الالتزام بالقانون النافذ وكتاب رئاسة الجمهورية لكون الامر الاداري فاقد لشرعيته القانونية اضافة الى تأكيده على ضرورة التقييد بالنصوص والسياقات الدستورية والقانونية النافذة والتي رسمت الالية اختيار المحافظ وردا على كتاب النائب الاول لرئيس مجلس النواب المشاري اليه انفا وجه مجلس محافظة بغداد كتابا طالب فيه بصحة صدور الكتاب الصادر من مكتبه وهذا الامر وحده سابق خطيرا في سياق المخاطبات الادارية وتعطيل الدور الرقابي وطالب رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية البرلمانة بإلغاء الاوامر الادارية الصادرة من مجلس محافظة بغداد باعتبارها مخالفة للدستور ويحق لمجلس النواب إلغاءها بالاغلبية البسيطة اضافة الى إلغاء مباشرة المحافظة الملتخب وارجاع ادارة المحافظة الى سابق عهدها مشيرا الى ان المحافظة الجديد امتنع عن الحضور امام اللجنة وتوضيح ما حدث وهذا ايضا مخالفة قانونية اخرى تضمنتها المادة 329 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل